باركاته و اهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها اخر الاخبار في مطار تونس قرطاش الدولي شنو اللي قاعد يصير في المطار خلينا نتابع اخر الاخبار المعلن عنها بصفة رسمية اعواني الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات تابعة لادارة الشرطة العدلية تتمكن من الاتحاد بمسافرة قادمة من تركيا بلعد اكثر من 150 كبسولة من مدة الهيروين توزن اكثر من 860 جرام قيمتها تفوق اكثر من 400 الف دينارين عام هذه الايفا والسموم اللي حاولوا يدخلوها الى تونس بينسور المستهدف شكون هو الفئة الضعيفة هو الشباب المراهقين الاطفال في المؤسسات التربوية خاصة خلينا نقول بينسور فما اوسط اخرى ولكن اكثر فئة اكثر فئة يعني متذرة من الحكاية هذه هي الاوسط التربوية وتليمذة وصغار والمراهقين وردت معلومة على اعوان ادارة المكافحة المخدرات شنو تقول معلومة تقول لي فما مرأة من احدى ولايات الاوسط اصلها معناه كانت في تركيا ومشيت لتركيا وسفرت لتركيا عليش بغاية انها جيب كمية من هذه الايفا باش يتم ترويجها في تونس بمساعدة بتبيع عناصر اخرين وهي شبكة كاملة وفي المدة الاخيرة وفما شبكات كبيرة وعناصر كبيرة قادة تنشط في تونس ومع جهات اجنبية زادة انها قادة تجيب في مخدرات تونس وإلا في تهريب يعني سواء اموال او ذهب او اثار او الى غير ذلك يعني وصلت بهم الذناء الى مثل هذه الامور وكيفيش يهربوها ولا يدخلوها الافتة هذه عن طريق مطار تونس قرطاج الدولي المرة هذه الامرأة بتلعت الكابسوليت هذوما اللي قيمتهم اكثر من 400 مليون بلعتهم ودخلت بهم وحاولت انها تتعدى بهم الى مطار تونس قرطاج الدولي المرة هذه فما شكون خبر عليها الامرأة هذه وعطاتها حركيتها وقال اللي هي راهي سيفرت التركيا بغاية انها تجيب الايفة هذه التونس وفما معلومة دقيقة ملأ اللي تعدى ومشوف ناهش اللي مشي وجي وما قال حتى حد هذه الامرأة بلعتهم يعني مش في فليز ولا في حويجها ولا في الجسد دمتاحها خبيتهم هي مرأة معناها جابتهم بطريقة غريبة صحيح فما قالت للكشف حتى على الاجسد معنات نجم تعرف ساعات في بعض الاحيين تعرف اللي الشخص اذيك بلع كابسولة وهي الحقيقة اللي حكاية ذي متعب العان الافيت هذه راي ما هيش اول مرة تصير وما هيش غريبة بالعكس هي معلومة لدي الجهة الامنية المختصة يعني قادة ديما تمسك واللي قاعد يتبع هما بتبيع خدمتهم هذه واختصاصهم قادين يتبعوا حتى على مستوى العالم يعني الطرق هذه يعني تكيد تكون طرق بداية يعني تلمون مستعملة بطريقة كبيرة برشا خليني نقولكم انه زد الابحاث اللي صايرة كشفت وانه وقت كنت راجعة المرأة هذه من تركيا عوين الامن نصبولها كمين خارج مطار تونس قرطاج الدولي بمجرد اجتيازها مختلف البوابيت في مطار تونس قرطاج وغادرت المطار بشكل فعلي يعني خرجت كومبلت موخلة وها تخرج وتظن اللي هي نجمة انها تخرج الكمية هذية معنى هنا تنجح في تهريبها وادخالها الى تونس يعني ألقاوا عليها القبض والكمين هذا ينجح في ألقاء القبض على المرهدية يقعد السؤال هو انه لو كان ما جيتش معلومات لأعوان الامن في مطار تونس قرطاج زعم كانوا يشدوها وإلا ليه وإلا زعم الحالة اللي تتعدى من غير ما توصل معلومات لوحدة الامن فما حالة تعدى ولا ليه ما خفية كان أعظم المرهدية بيانسور تم نقلها إلى أحد مستشفيات تونس العاصمة بمقتضاء إذن قضائي حسب البلاغ الرسمي أخضعوها إلى التصوير بالأشعة بش يكشفوا على الكابسوليت هذوما وبش يتأكدوا زيدا من أنه بلعت بالحق الكابسوليت هذوما بتاع المخدر وبالفعل أثبتت الأشعة أنه هي بلعت أكثر من 150 كابسولة تحتوي على الهيروين وزنها أكثر من 860 جرام واعترفت المراف في التحقيقات الأمنية اللي هي مشيت لتركيا وجيبت المادة هذية بغاية الترويج أنها تروجها في تونس باستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمراهضية وإدراجة ثلاثة أشخاص أخرين في التفتيش على ذمة الأبحاث ثلاثة أشخاص أخرين هما يخدموا معها ضمن الشبكة وخليني يقول لمؤخرا نراه فما شبكة أختي ريسر يعني قاعدة تتعدى على ماترتونس قرطاج وإلا على معابر حدودية أخرى قاعدين يأما يدخلوا فيها السموم هذه وإلا يخرجوا فيها قاعدين فما العملة الأجنبية اللي خرجوا فيها خاصة إخراج العملة الصعبة من تونس إلى جهات أخرى الأثار وآخر مصادر هو شبكات عالمية تنشط معناها في يعني بين تونس وتركيا مثلا حتى في تجارة الأعضاء تجارة الأعضاء هما شبكات كبيرة وراهم مفيات كبيرة اللي هما يختاروا شيء ولا شخص من العائلة الفقيرة ينحدر معناها من محيط فقير ويقنعوا شيئا فشيئا يشوفوا هو معناها عندوش أمراض ستيرة إذا ما عندوش ويتعرفوا عليه يشوفوا اللي هو لابس مثل أعضاء مطاع وكل شيء وإذا كان هو لابس بيانسوري من بعد يدخلوا في مرحلة الإقناع إقناعوا أنه ينجم يبيع حاجة من الأعضاء مطاعو أعضاء بشرية معناها إما الكلاية جزء من الكبد حتى أعضاء تنسولية أو أعزاء من الأعضاء التنسولية يعني يقنعوا أنهم يبيعوهم وهذي يعني بين تركيا وبين تونس والأردن شباب الفقير يستخلوا بأثمين زهيدة روح حكاية فارغة معناها أنه يعطي كلوة باربعين مليون في نهاية الأمر بشي سيفر ويشق بيانسير هما بشي تكفلوا بكل شيء أربعين مليون هذي أما يخوهوا بعد ما يخرج من العملية أو أنه بياتفاق بينه وبين نسى ذوما يبعثوها العيلته قبل ما يدخل العمليات وبتبعه يتم التسفير متاعه على حسابهم هما ويمشيوا لتركيا وإلا للأردن ويعملوا الفحوصات اللازمة سي هو لبس عليه والأعضاء ذوما لبس عليهم معناه يلتجوا إلى أجراء عملية جراحية ياخذوا مثلاً الكلوة باربعين مليون أربعين مليون شنوة عمل واحد بشي شق معناه يعمل كلوة ويعطي حاجة من بدنه في إتار تجارة ومش في إتار عمل إنساني مثلاً بيش يتبرع على حد قريبه ولا حد مستحق بين حيات أو موت هذه التجارة يتسمى تجارة هما بعد بيش بيعوها بأكثر من هك بارشة يعني يعطيها باربعين مليون في نية الأمر كي بيها دي جي خمم في المبلغة ذي أربعين مليون اسكو تنجم تحل مشكلة هك الشي بذيك اللي بيه حاجة من بدنه مثلاً وإلى ليه تلقاش نية نجم تعمله مثل شي في مقتبل العمر بش يعرس بش يعمل مشروع بش يعمل دار تستيرا يعني أربعين مليون في الحقيقة ما تعمله حتى شي يعني حتى المبلغ زهيد مش معناه روحنا نشجعه بشي بيها بمبلغ أكثر لأ معناه نحب نقول روحنا استغلال كبير للشبابة ذوما اللي هو يبدأ في حاجة للمسكن ويشوف يمكن أربعين مليون اللي هي مثلاً تنجم تحله مشكلة ولا يمشي يعمل عملية هكة بالطريقة هذية البرة معناها بطريقة خايبة برشة استغلال الكبير برشة على أربعين مليون لا أربعين مليون ولا أكثر هو العمل الإنساني مستحقين وراء سواء في تونس وإلا مع قريبك ولا مع حد من عائلتك تعمل عمل الإنساني له وحتى يعني تنقذ به حيات بشر كاملة يعني فبالتالي هل عيشة بيت هذه قادة ترتع بين تونس وتركيا والأردن وربي يستر تونس ويستر إن شاء الله شبابها وولديتها خاصة من هالإيفا اللي قاعدين يهربوا فيها لتخدير شباب وصغيرات وتليم ذا خاصة وتوين سبسيفة عامة